أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم أرى عائشة زفن الحبشة وهو ما يسمى بالرقص فالمقصود من ذلك كما قال ابن حجر رحمه الله لأنهم رضي الله عنهم كانوا يلعبون بالحراب ويتحركون بها ويرفعون أقدامهم فشابهت هذه الصورة صورة الرقص وإلا فليس من الرقص في شيء وإنما في الصورة صورة من يرقص ولكن ليس رقصا كما هو متوهم فشابهت هذه الحركة وإلا فكيف يكون ذلك